موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين في خلال هذا الفيديو احنا بنحكي عن مركز التحكم في عنا مشكلة بمركز التحكم في كتير رسلونا على هذا الموضوع انا حبيت عمل فيديو عشان المشكلة هذه ان شاء الله هنحلها لا تنسى الدعم يا غالي وخليني نبدأ عبركة الله ورجعنا لكم جديد الان عنا هاي مركز التحكم هذا مركز التحكم اللي هو لواجهة 13 في الان بلجت التحديثات تيجي صار في مشكلة في هذا التحديث او في التحديث اللي بيجي في النسبة لمركز التحكم هذا مركز التحكم المسمي مركز التحكم الشفاف اليوم في عنا زهرة مشكلة شايفين انت مركز التحكم اللي هان ولا انتم مش ملاحظين مركز تحكم اللي عنا أصبح مش شفاف يعني على البحر صار شفاف الشفاف يعني أصبح اللي ورعا مبين يعني هنا كلها شفاف في المكان هذا كيف نحل هذا المشكلة لاحظ الفرق بين الاتنين هي الاتنين شايف الفرق بينهم الآن هنا صار شفاف على الآخر وهنا الآخر المناظر فتحه على النهاء يعني حل هكا التالي تايج على الأدادات شايفين كيف اللون تيج عن الأدادات حول الهاتف اصدار MIUI بتفتح خيارات المطورة بتضغط هيك 5-6 نقرات 7 قد ما توصل الموم بتكتب لك لا حاجة لذلك فانت الان مطور برامج رجعة واحدة الى الخلف منيجي على الاعدادات الاضافية هنلاقي فيه فتحة هنا معنا خيارات المطور شايف فتحت هاي هنا خيارات المطور هنيجي الان ندخل ننزل لتحت في خيارات المطور مكتوب عرض تصارع الاجهزة عشان تعرف هوا الموجودة اظهر تحديثات العرض عرض تحديثات معدات الجهاز وامشي امشي 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 في عين هنا تفعيل تعتيم مستوى النافذة هاي مركز التحكم طلع كيف شكله والان هنتعمله تعتيم وهذا الخيار احيانا بيكون مش مفعل بعد التحديثات والان اصبح لديك المشكلة هاي محلولة وامورك لوز اللوز كنوا معنا دائما لا تنسى الدعم بالاعجاب الاعجاب بالاعجاب يا غالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام